السلام عليكم متتبعين قناة مطاركس مع فيديو جديد أتمنى أن تكونوا بخير والأخير فيديو هذا ان شاء الله سوف ندره فيه عن المزاد العلاني على المطار السيزي والأنواة المطار التي يخرجه من السيزي وكيف يتبع ذلك وكيف يتدذلك مهم أعمل واحد يسولني يقول لي يا أخي مطاركس كيف ندير نشري مطار من السيزي مهم هذا الموضوع عدم مرون شي شوية لأننا سنحاول بسطة الكراري كما فيها أولو حيث أنها تستمح تجربة بحلقة وشوف تلك الشيقة باش يتدع مهم بعدها كان هناك أنواة المطار التي يتبعها في السيزي كان هناك أنواة المطار التي يتبعها في السيزي كان السيزي مزاد العلاني التي يكون لها المقاطعات هذه المقاطعات هم من الجماعات الحضارية فهمتي يكون تجمع عليهم كثير من المطار التي تنسوها في السيزي بعدها يتدعون عام ونهار سوف يكون لها محسوبة على الدولة لا يبقى محسوب عليك أنتها مثلاً تشترك شي مطار بحثة على أنتها وسمحتي فيه في الفوري لا يستطيع أن تخرج شيء يقول السماية عام ونهار عام ونهار لا يبقى عندك حق فيه من عام وجرل تحت يمكن أن تخرجه إلا تم ارتبط المفطر القانونية أو شيء مفتر يدخلون في السيزي مثلاً مطار مصراخ مثلاً يدخل مطار مصراخ حديثة أو مطار خوى أو مطار مصرح وقد يكون هناك الكثير من الأنواع اتباع المعطلة العلاني يتباع المعطلة العلاني كما قبت لكم سنتظر الانواع المزاد العلاني تدير جماعة الحضارية أو جماعة القراوية في مكان فوريان يتسالف تجمع واحد لاليس تهلك المواطرة يبقى سماعة الحضارية يتبع يجيو تديروا اعلان من اليوم الفلان الفلاني سيكون مزاد العلاني على السيارات والدراجات في مكان لأنهم يتسروعوا فوريان إذا كانوا للجماعة الحضارية قد تكون لديهم الوزنان تنسين كثيراً بقباخ يتساره للخزينة للجماعة لتسيطلوا بهم والمعارضة لأنهم الثاني لا يوجد هناك إصلاحات وإنهم لديهم مزيد ويمكنوا الوزنان وكاين لما زاد العلانين التي تكون ديال الدوانة وخات يكون فوص الفوريان ديال الجامعة الحضارية ولان الدوانة هي التي تتبيع لك هادو ديال الدوانة بالضبط ماين بعدها قبل أن ننزل هادو ديال الدوانة نهضر لك على الاخر هادو اللي كتبعه في الجامعة الحضارية هادوك كي يخرجوا بورقة ديال السيزي هادوك الورقة ديال السيزي لا تثمنه ولا تغني من جوع من الاخر كما قدرنا عليها في الحلقة الفاعل اللي فاتت هذه الورقة ما صارح هادو تشي لعبه كانت واحد لوقت خدامة دماما وقعتش خدامة ما يكتب عليك تشي واحد هادوك المعطر يالي اللي غاد يتبيعون فعراي ولا غاد يتبيعون تشريف البياس فيه ومصافي همتي هادونا ديال الدوانة فاش يكون المزاد العلاني ديال الدوانة خداي المزاد العلاني في الاول دياليد لهث ناتilde مكتب Desktop تقول الك هادو المعطر اللي غاد يتزايد عليه هم دابا هم هاد يخرجوا قانونيين قانوني عنا غاد يeteدرهم البلاكة يعني اف april q&a كينين معطر آخرين كيدوز في هادوك المزاد العلاني النات هادو كيف خداي Liber' هذا ادوك وهل هاد الطاقة اللي غاد yالنوامر محقوقك بلابياس العملا او لا يوجد بيسرين او الحالة الميكانيكية لهم لا تسمح انهم يطلحوا للطراق امتي هكو مديرين هذا هو القانون هادوك هادوك يخرجون في عرائي فاش يتباعوا قبل ان يخرجوا من الفورين يتقطع لهم الطرف من الشاصي الطرف اللي يكون النوامات يتقطعون او لا يتقطعوا على النص عندهم لامولتماية ويقسم المطار على النص يتقطعون اللي يشرع ومسي ومسي وبالنسبة لهادوك يخرجون قانونيا انا اعود لك او لا يتباع ذلك او احضرت على مازاد مازادة مهم يدخلوا المطار يجيبوا مطار يدخلوا في الوسط او اصعجوا يبدأ المازاد قانونة يتباع المطار قانونة لا تقرأوا لا تبقى ضائقة لا تبقى ومسي قيمات المطار في الشارع دائرة جوجد المليون ونصف تقدر تأخذها بجوجد المليون تسمعها خمسة آلاف درام ونططعها خمسة آلاف مليون ونهار ديال المزاد العلاني كيكونوا الناس عاو تاني مشهدين مشهدين عليك وعليه وعلى أي واحد قبل أن يأتي مع شكارة الفلوس يعني يدوك التجار كبارين عار شنو كيدير يدخل على المواطن كما هو نمسي البلان خلاص انا ما قدر له العمارت الأول وكتشري ما شفت عينك كما سيقوله هما كانت الماكينة بزيالة راه ايا ليك ما كانت بزيالة راه وحليه كتشري شرمانة مغمضة نمسي يعني بس تقول لانني هو أخه كتشريه في المزاد العلاني كتشريه 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 نمسي من الضوزيت لكتشريه الوحيد الخابير كي يعطيه كي يعرفوا الموضيل دياله وكتشريه كتشريه الورقه وكتشريه الورقه بكتشريه ويجعل المطار بالتامان الذي ستجده في السوق ويجعله للمطار وانتم تعرفين المطار الذي يجبه خارجي من هذا ويجعله في البلاد الذي يجبه على الرباط ويجعله الأجادير ويجعله شبعاني بوراج ويجعله في الوصول هذا هو البلان ويجعله أكثر لقد تحديد المطار الحصول على الوصول لتدخلص المطار ويجعله كبيرة حتى يجبك من الضيوريان لتقلص هذا المطار من المقدار على الفوريان نعم يجمع لك الطوصي و تخرج لك الكارت غريج المعنيتك لا يمكن أن تخرج في الكارت غريج المعنيتك تخرج في بلاس التلقيم السابق تلقى إما الصن وهي كثيرة بثاف و كل مرة التي تخرج فيها الفي اوب باي هذه الفي اوب باي تتعني لك شريطيه من المازاد العالاني و من الأحسن هذه الفي اوب باي لا تخاف منه لا تخاف منه الفي اوب باي يجب أن تخرج في بلاس التلقيم السابق لا تخاف منه من المازاد العالاني و تقدر تلقى باللرام صرقه من البرة و من طلعه و من طلعه لدوسي في المسي في الحلقة الجاية ان شاء الله هذا نظره على هذا الانواء على التلقيم السابق لديه كثير من المازاد العالاني لا تخاف منه لا تخاف منه لا تخاف منه مهم حسنا ان شاء الله نظره على هذا المواضع بحلقة اتمنى اعجبكم الفيديو لا تخاف منه 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 سحية اليكم اللي عمكم مع السلامة شكرا